من جديد فتحت أزمة احتجاجات المعلمين وذهبهم نحو خطوة الإضراب لنيل مطالبهم فتحت مساحة من الجدل القانوني والحقوقي والعمالي وفي ظل الشكوى قطعة عديدة من الموظفين والعملين من تدني مستوى الدخل وضعف الامتيازات مقارنة بالأعباء المعيشية المتزايدة تعلو بين حين وآخر أصوات المطالبين بإنصافهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية فهبين في كثير من الأحوال إلى الإضراب كخطوة يرى كثيرون أن الحكومات تدفع الموظفين للجوء إليها لتحصيل حقوقهم على الجانب الآخر يلفت آخرون إلى الأضرار التي تلحق بقطاعات واسعة من المواطنين جراء إضراب فئة من الموظفين عن العمل ما بين تعطيل للحياة العامة وتأخر إنجاز المعاملات أو تأثر العمل الوظيفي في القطاع الحكومي المعني بالإضراب حول هذا الجدل نستضيف أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين دكتور ليث أهلا فيك أهلا وسهلا يعني قبل أن نبدأ بمناقشة هذا الموضوع فلنشاهد هذا المقطع المصور الذي نزل طاقم رؤية وتعرف على أراء المواطنين بالإضراب الذي حدث يوم أمس ومن بعد أن نشاهده سنكمل حديثنا هم أطالبوا بحق مشروع يعني ولكن طاوة الحوار هي حل لكل شيء يعني في الأخذ والعطاء دائما يعني يعني اللي يكون فيه مقول حل وسط يرضي للطرفين بس بالنسبة للإضراب أو الاعتصامات وتسكير الشوارع يعني هذا يعني مؤذي بصراح الوسيل للحل يعني هو أنه رائعي أنه الحق حق لكن يأخذ رائعين ما يكون فيه تظاهر أو يعني ضرر لهالبلد أكيد يعني وحقهم بكتر يأخذوا يعني بالحوار مع الدولة بالحوار مع الوزارة وهم تبعين إلها يعني مش إنه مثلا أنا بدي حقي من الدولة أروح أخرب على أخرب على البلد مثلا رزقتهم أخرب على الشعب رزقتهم المفروض مبارح أنه ما سكروا ولا عملوا هالمية مع هاي كليات ولا سكروا الشوارع ولا سكروا الدووير من الأول لسابع اللي بدوا يلف بدهم الناس كانوا مبارح المعلمين كانوا بدهم يظاهروا أو يعتصموا عند رئاسة الوزراء الدوار الرابع بفتح المجال للدوار الرابع لهم للمعلمين ما بسكر عليهم بطريق الحسى وهم جايين على الاعتصام بسكر عليهم بقطع عليهم الطريق الاعتصام السلمي بحد ذاته يعني قانونا وشرعا لا بأس به على أن لا يكون يعني فيه ضرر على أملاك الناس بما أنه طلب حق سلمي ومظاهرة سلمية ومسيرات سلمية لا بد أن يكون التعاون معها بنفس الطريقة أنا برأيي أنه ما في مشكلة الناس تطلعوا وتظاهر كذا أكيد إشي حلو لأنا ولا الشعب للناس كامل بس أهم إشي ما يصير مشاكل ما يخربوا بيوت الناس ما يكسروا سيارات الناس أكيد إشي بالعكس إحنا منشجع هذا إشي والحكومة بتسمع وجلل السيدنا أكيد طبعا يعني بحب يشوف شو رأي الشعب بالنسبة للأمور هاي المتعلقة في البلد فأنا مع هذا الموضوع نتعامل مع الاعتصام مثلا في ساحات فاضية ويعبروا عن رأيهم ويطلبوا المسؤولين ويحكوا معهم دكتور يعني بعد أن شاهدنا هذا التقرير المصور دعنا نعرف معنا الإضراب بتعريفه القانوني الموجد وهل هناك فرق ما بين الموظف العادي والموظف العام إذا قام بهذا الإضراب نعم مساء الخير وسأخير المشاهدين الكرام وشكرا حقيقة لقناة رؤية على تصليط الضوء على هذه القضية المعاصرة في اليوم وهي الشغل الشاغل لجميع الأردنية الموضوع الإضراب إذا أردنا أن نبدأ بتعريف الإضراب فنقول أن الإضراب كما عرفه فقه القانون الإداري هو أن يتوقف الموظف عن العمل بصورة مؤقتة وليس رغبة منه في إنهاء العمل وإنما هو توقف لفترة زمنية محددة لكي يضغط على صاحب العمل لتحقيق مصالح شخصية معينة كي قد تكون مطالبة بأجور أو مطالبة بحقوق أو حتى تغيير قرارات صادرة عن ذلك الموظف من هنا يمكن القول بأن الإضراب بهذه الصورة تعتبر شكل من أشكال الحق في التجمع السلمي أو الحق في الاجتماع الذي كفله الدستور الأردني في المعدة 16 من الدستور حيث أن الأردنيين الحق في الاجتماع العام والإضراب كما هو معروف ومظهر أو صورة من صور الاجتماع العام أيضا الإضراب بهذه الصورة يتعتبر شكل من أشكال حري التعبير عن الرأي وهذا ما كفله الدستور الأردني في المادة 15 الذي أعطى الأردنيين حق في التعبير عن الرأي بكافة وسائل التعبير من هنا نجد أن الإضراب كما هو مستقر عليه فقها وقانونا هو شكل من أشكال الحقوق الدستورية السياسية والشخصية التي تعتبر من قبيل التعبير عن الرأي ضمن الإطار القانوني للإضراب نجد أن الوضع القانوني الذي يحكم الإضراب في الأردن هو وضع حقيقة غير واضح بمعنى هناك ضبابية قانونية تحكم عمل أو القواعد الخاصة بالإضراب في الأردن من جالب نجد أن الدستور الأردني يكفل الحق في الإضراب في المادة 15-16 من الدستور لكن نصطدم حقيقة في مادة للأسف هي موجودة في نظام الخدم المدنية الأردني رقم 38 لعام 2013 وهي المادة 68 من نظام الخدم المدنية التي تنص صراحة على أنه يحضر على الموظف وتحت طائلة المسئولية التأديبية الاشتراك في أي اعتصاب أو مظاهرة أو إضراب فهذا النص حقيقة وجوده في نظام الخدم المدنية فيه نوع من التعارض مع ما جاء في الدستور من اعتبار أن الإضراب هو حق دستوري للأردني طيب وهنا في هذه الحالة من يأخذ الغلبة قانون الخدمة المدنية أم الدستور بمادتيه 15-16؟ حتما هو الدستور باعتباره هو الأساس القانوني هو الذي يسمو ويسود على نظام الخدمة المدنية الوجه الآخر من الضبابية حقيقة فيما يتعلق في الإضراب في الأردن أن قانون العمل وهو القواعد القانونية لتنظم عمل الموظف في القطاع الخاص نعطت الحق صراحة للموظف في الإضراب إذا من استعرض قانون العمل ونراه المواد 134 مما بعدها تعطي الحق للموظف في القطاع الخاص أن يضرب فقط في القطاع الخاص لكن ضمن شروط معينة أن يقوم هناك إشعار أن لا تكون القضية في حالة إلى التوفيق ربما هذه القوانين أو هذه التنظيمات للإضراب كانت قبل تأسيس نقابة المعلمين كون النقابة هي حديثة العهد نوعا ما نعم قانون العمل الأردن هو عام سعمين سعمين سعين نقابة المعلمين أنشأت فيما بعد لكن النظام الخدماني هو نظام جديد أنشأت حقيقة الصدر عام 2013 واللافت للنظر أن عند استعراض نظام الخدمة المدنية الأردني السابق لعام 2007 لم يكن هذا النص موجود بمعنى لم يكن هناك قيد أو حضر على الموظف العام في الإضراب هذا النص ضم إضافته في عام 2013 عندما صدر نظام الخدمة المدنية فالضبابية في المشهد القانوني الأردني حول الإضراب تتمثل بأن الموظف القطاع الخاص يضرب الموظف القطاع العام لا يضرب فهذه المزاجية حقيقة التي تباح المشرع الأردني تشكل مخالفة لمبدأ المساواة لأن الموظف يكسب مركز قانوني واحد لا فرق بين الموظف القطاع الخاص فيما يتعلق بحقوقه الوظيفية فهنا حقيقة ندعو إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالنص الوارد في نظام الخدمة المدنية طيب المحتجون يقولون أن الإضراب هو سلاح المضطر لكي يسمع صوته إلى الجهات المعنية يعني ربما كان هناك في تجاهل تجاه أصوات المعلمين وبالمطالبة بحقوقهم وهي زيادة أو علاوة الخمسين في المئة كيف من الممكن أن يمتلك الموظف الموظف عفوا نوافذ حقوقية أخرى بعيدة عن الإضراب للمطالبة في حقه القانوني والمشروع بالتأكيد نعم هناك عدد من الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الموظف العام المطالب بحقوقه أحدها الإضراب لا يمكن أن ننكر أن الإضراب كما قلنا هو صورة من صورة الحقوق الدستورية هناك المخاطبات الرسمية هناك نظام الشكاوى هناك نظام الحوار هناك نظام الاتصال المباشر مع الرئيس أو من خلال مرؤوسه للمطالبة بحقوقه فبالتالي لا يمكن القول أن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة للمطالبة بالحقوق هناك وسائل أخرى وحقيقة أن النقطة الرئيسية فيما يتعلق بالإضراب الإضراب طالما استقرنا أو ثبت لنا أن الإضراب هو حق لكن الحقوق يجب أن تنظم بمعنى أن الحق المطلق ومفسدة مطلقة فبالتالي هنا يأتي دور المشرع في تنظيم الحقوق مثلا فيما يتعلق بالإضراب لابد من تنظيم شروط الإضراب متى يتم الإضراب متى لا يتم الإضراب كيف يتم الإضراب الأسلوب الوسائل فكما هو الحال أو كما أن الموظف يعترف له بالحق في الإضراب لابد من مراعاة أن الموظف يعمل أو يخدم في مرفق عام والمرفق العام كما هو مستقر عليه قانونيا مشروع تنشئ الدولة بشكل منتظم ومستمر بمعنى يجب أن لا يكون هناك توقف للمرفق العام فبالقدر الذي يجب أن يعترف به للموظف العام بالحق في الإضراب لا بد من تنظيم هذه الآلية بالحيث يكون هناك موازنة بين الحق الدستوري للموظف في التعبير على الرأي وحق الفرد المستفيد من المرفق العام في ديمومة الخدمة العامة التي يقدمها المرفق العام نعم طيب دكتور عند الإضراب يتضرر مواطنون وبالتأكيد بعض القطاعات التجارية سواء الخاصة سواء الحكومية العديد من الأشخاص تتعطل مسيرة حياتهم بسبب بعض الإضرابات التي تحدث لكن الاتهامات دائما تتوزع بين المضربين أنفسهم وبين الإجراءات الحكومية لمواجهة الإضراب كغلاق الطرق مثلا التي شهدناها في يوم أمس قانونيا من يتحمل مسؤولية ما حدث في الأمس والذي يحدث دائما نعم يعني أبدأ من حيث انتهيت قبل قليل عملية الإضراب لابد أن يتم تنظيمها فكما هو الحق للموظف أو لأي شخص أردني في الإضراب لابد أن يكون هناك حق لباقي الأفراد الأردنيين فيما يتعلق باستخدام الشوارع العامة المسير الوصول إلى العمال كل هذه الأمور لذا جاء هناك قانون يسمى قانون الاجتماعات العامة الأردني لعام 2004 الذي وضع أسس واضح فيما يتعلق بالاعتصامات المظاهرات الإضرابات حيث لابد أن يكون هناك إشعار يقدم إلى الحاكم الإداري يحدث فيه مكان وزمان وأشخاص القائمين على الإضراب والاعتصام أبو أليس هذا ما حدث في يوم أمس أو قبل الأمس قامت النقابة بالتصريح بأنها ستجري الاعتصام وتم تحديد مكان لحدوث هذا الاعتصام ولكن في النهاية جرى ما جرى في الأمس وأغلقت الطرق وتعطلت حياتها هناك خلاف حقيقة بين الرواية الحكومية والرواية النقابية النقابة تقول أنها تقدمت بإشعار وطلبت أن يكون الاعتصام على الدوار الرابع الحاكم الإداري وهو محافظة العاصمة مارس صلاحياته بمجب القانون وطلب أن ينقل هذا الاعتصام من الدوار الرابع إلى ساحة مجلس النواب وأعتقد أن هذه ضمن صلاحيات الحاكم الإداري الحاكم الإداري لم يرفض الاعتصام ولم يرفض هذا الاجتماع وإنما طلب نقل هذا الاجتماع ولكن للأسف كانت النتيجة سيان سواء اعتصموا على الرابع أم لم يعتصموا شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية دكتور ليث نصراوين كنت ضيفنا في الستوديو شكرا جزيلا لك